أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد نتحدث اليوم عن الموقف الشعبي والرسمي أيضا لما يحدث في قطاع غزة وأكيد هناك الكثير من المحافظات الكثير من الأخوان اللي عبروا عن تضامنهم لكن اليوم أيضا في دورهم للمخيمات الموجودة في الأردن نتحدث اليوم عن دورهم في دعم هذه القضية ودعم هذه الحرب على قطاع غزة اليوم رح نتحدث وإياكم مع سعيد زايد أمين سر لجد مخيم الوحدات الله صباحك بالخير ويعطيك العظيم وأيضا فؤاد الشواب كرئيس لجنة مخيم سوف في ساعة صباحك الله يسعد صباحك سيد العزيز أنا أمين سر لجنة خدمة مخيم سوف وليس رئيس سوف أهلا وسهلا فيكم أمين سر لجنة مخيم سوف أهلا وسهلا فيكم منورتونا بالبداية نتحدث عن الجهود الملكية والمساعي الملكية في تحديدا موضوع ما يجري في غزة الآن بداية أشكركم هذا البرنامج الرائع وهذه المقابلة واجبنا سيد وهذا ندل عشية يدل على وطنية هذه المؤسسة العريقة اللي مؤسسة التلفزيون الأردني لا رأيب أنه جلال سيدنا في أغلب المواقع وفي أغلب الاتصالات الإقليمية والدولية يهمه الوحيد هي القضية الفلسطينية وتاج دروت القضية الفلسطينية القدس وأي أبوصل غير القدس هي أبوصل المشبوهة ففي المؤتمر الأخير اللي عقد في القاهرة في مصر المؤتمر السلام كان له مواقف كثير متقدمة عكس كل المواقف اللي كانت موجودة فهو لامس كل ضمير الأردنيين وتحدث باسمهم والرسائل التي أرسلها كانت رسائل قوية جدا في اتجاه دعم القضية الفلسطينية واتجاه وقف الحرب وكفاية للتدمير والقتل والتهجير ولا ننسى دور جلالة الملكة في آخر تغريدة لها عبر انستجرام قالت لا يحق لقوة محتلة أن تطالب بالدفاع عن نفس فهذا حق شرعي أنك تدافع عن نفسك أنك تقاوم الاحتلال فالدفاع عن نفس كما تبناه إسرائيل أنه هي نتيجة 7 أكتوبر 2023 أن هذه ردة فعل ردة فعل ليس كهذا وبالتالي الدبلوماسية الأردنية دبلوماسية متقدمة جدا وهي وسطية ليس فقط تغريدة جلالة الملكة يعني عندما تذهب الجلالة الملكة دائما تتحدث بهذا الموضوع بالعديد من المحات المدولية وليس فقط هذه التغريدة أيضا أكيد لم نرى في حياتنا الزعيم الزوج الزعيم أو أمرأة في موقع سيادي أو موقع متقدم صرحت بهذه التصريحات القوية وهذه التصريحات قوية جدا لنصة الشعب الفلسطيني وقضيته المركزية فالقضية المركزية هي القضية الفلسطينية وإن شاء الله سيكون النصر إن شاء الله سيكون النصر مهما تكالبة القوة الغربية وإسرائيل على الشعب الفلسطيني سينتصر إن شاء الله نتمنى ذلك طيب اسمعني نروح على الأستاذ فؤاد الشوابك أستاذ فؤاد تحدث عن ضمان حرية حق العودة وكيف اليوم المخيمات تدعم هذه القضية تحديدة سيئة الله يسعد صباحك جميع صباح الوطن الجميل نشكركم على هذه الاستضافة الجميل وهذا التلفزيون الأردني الذي يبث هذه الأحداث مع أهلنا في القطاع غزة وفلسطين بشكل عام نحن بالنسبة للحق العودة كلاجئين فلسطينيين هذا حق مقدس لا أرجع عليه أنا يعني كأردني أردني الهوية وأردني الانتماء ولكن من حق أني أنا أرجع حقي حق العودة هو حق مقدس عند كل لاجئ فلسطيني وهذا ضمن حقوق حقوق كل فلسطيني هنا في أرض أرض الحجد والرباط هنا بالأردن من حقهم ولكنه انتماء أنا بالنسبة لي أنا انتمائي انتماء أردني ولكن هذا حق حق مقدس وحقا كل الفلسطينيين بشكل عام بكل دول العالم هذا حق مقدس لا تنازل عنه وهذا ضمنته الحقوق اللي هي الموثيق الدولية عام 194 وهذا يبثقته الموثيق الدولية نعم وإحنا بنسبنا لدور جلالة سيدنا دور جلالة سيدنا دائما في المحافل الدولية وينادي دائما في أي حديث يتحدث فيه في العالم كاملة أي شيء دائما على رأس حديثه لقضية الفلسطينية المركزية ووسائته لهاشمية على المقدسات الإسلامية ورأسهم المسيحية ورأسهم القدس الشريف ونحن كلاجئين وكفلسطينيين لا نرضى سوى جلالة سيدنا أن يكون هو الوحيد الوصي على هذه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بدعقب على حق العودة تضل يعني إحنا بولد مئير في عام 1948 قالت مقولة أن الكبار يمتون والصغار ينسون سينسون كم جيل صغار من 48؟ ثلاثة أجيال؟ أنا جيل الثالث لست فيه ورائك من جيليا أجعل هل الصهاينة بلعنوا هذه المقولة؟ بلعنوها فأبائنا ورطونا المفاتيح ورطونا الكواشين مفاتيح جدي المحلقة اللي هي صلول الإحلاقة اللي كانت على سكة الحديد إنها مفتاحة مفتاح بيوتنا عنا كواشين الأراضي عنا كيف ننسى حق العودة؟ حق العودة مقدس حسب المواطيق إلا قرارتها لأمم المتحدة قرارات 242 338 181 شو تنفد منها؟ 131 قرار دولي لم ننفد منها شيء إلا قرار 1302 اللي هو يتعلق بإنشاء لأنروة قرار إنساني فقط لا غير ولا يوجد إنساني لأنروة حيث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين وعالتهم حتى قانون الموجود في 302 اللي أنشه عام 1948 كان حماية شعب فلسطيني حتى لأنروة في صفقة القرن تم مضايقة الأردن بحيث أنه عدم بالتمويل وبالتالي إنهاء مشكلة القضية الفلسطينية اللاجئين إن نروة هي الشاهد الوحيد على معاناة الشعب الفلسطيني والجريم الصهيونية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني إنهاء لأنروة إنهاء القضية الفلسطينية وجهو الجلال السيدنا كان مصمم جدا إنه الأنروة لن تنتهي كانت صلاة الغربية واتصالاته الإقليمية والدولية كانت محور حول دعم الأنروة باتجاه تبقى القضية الفلسطينية القاعد الشاهد الوحيد وإحنا فلسطينيين في الأردن كنا فلسطينيين لأجل الأردن وأردنيين لأجل فلسطين تحديدنا تحدث عن دور المخيمات بدعم صمود أهلنا بغزة تحديدا بهاي الفترة بتوجهات من دائرة الشموك الفلسطينية وبالتنصيق مع الحكام الإداريين ومع الهيئة الخيرية الهاشمية نقوم بحملة تبرعات مالي مادية وعينية لإصالها لأخواننا في قطاع غزة عبر الهيئة الخيرية الهاشمية وإن شاء الله عم تطور هذه الأمور بحيث أن التعليمات من دائرة الشموك الفلسطينية فتح جميع مقرات اللجان المخيمات الثلاثاش باتجاه استقبال هذه الإغاثة والمساعدة طب يعني أستاذ فؤاد يعني بنحكي اليوم عن موقف جلالة الملك وكان واضحا منذ اليوم الأول لاتجاه القضية الفلسطينية لكن سيدي نتحدث عن كلام جلالة الملك في كلمته في الأمم المتحدة الأخيرة كان هناك تنويه ورسالة تحذرية لجلالة الملك عما يجري الآن في قطاع غزة تحديدا ودائما باستشرق بالمستقبل يقول لك اليوم بدنا ندير بالا حال الدولتين بدنا نحكي عن حق الفلسطينيين تحدث عن كلام جلالة الملك بكافة المحافر الدولية وتحديدا في آخر كلمة لجلالة الملك سيد نعم صحيح دائما جلت سيدنا هو مستشرق وهو قارئ قارئ للأهم وكان دائما ينبه في هذه المواضيع أنه حل الدولتين وهو قرار كان حكيم بين جلالة سيدنا وكان يوجه الدولة للعالم في هذا الموضوع في كل محافله وكان قارئ فيها أن هذا الصراع سوف يتفجر وسوف يتفجر والآن أنا قاعد بحصة في قطاع غزة من الذبح وتدمير المدنيين وقتل الأطفال يعني ما أصبح فوق الألف وخمسمائة شهيد طفل طفل الآن قاعدني بقتل بالأطفال يعني قريت جيش جيش ولا جيش هو جيش الإسرائيلي عبارة بقتل قاعدين أطفال مدنيين عزل هذا جلالة سيدنا كان يحذر فيه في كل المحافل الدولية وكل ما يتوجه في أي دولة في العالم في العالم حتى في آخر شيء في القاهرة وآخر خطاب له في الأمم المتحدة وحكى فيه أنه خايف من الساعة هذه وهذه الآن اللي هي رؤية جلالة سيدنا وهذه الآن قاعدة تحصل الآن على أرض الواقع هذا دائما كان يتحدث فيه جلالة سيدنا إحنا الآن اليهود الإسرائيليين قاعدين يقتلوا في عزل يقتلوا في مدنيين في تدمير قطاع غزة عن بكرة أبيها يعني اللي حصل لأيامها في سنة 2023 لم يحصل في في زمانة كاملة لأيام هذه وهذا جلال سيدنا داما بنادي فيه وجلال سيدنا بدور حل الدولتين تكون منتهية النزاع في برضى الطرفين ولكن الإسرائيليين لا يريدون هذا الحديث هم يدوروا على التهجير يدوروا على إقصاء لا يريدون أنه زي ما تفضل زميني وأخي يعني يصادقوا على الموثيق ينكرون كل شيء نعم يعني المشهد الآن في غزة تحديدا والعديد من كبارنا الفلسطيني بحكي المشهد نفس مشهد 48 عم بيعملوا بإسرائيل تقوم به عم ما قامت به بالـ 48 اليوم دوركم ما هو ما هو هذا الدور قداش إحنا كمان اليوم بدنا نركز على هذه القضية المحورية حتى أولادنا يظلهم متذكرين هذه أرضنا هذا تاريخنا وإرثنا فكيف من خلالكم تدخل بهذا الموضوع ما ضاق مرارة التهجير وطرنسفير الإسرائيل بقوة السلاح إلا منعنا صحيح ونحن كشعب فلسطيني مجيب في الأردن والحمد لله إحنا وحدة وطنية وإحنا في الأردن كامل حوق مغدينها وكامل الاستحقاقات المطلوبة إحنا نطالب من الشعب الفلسطيني في غزة أن يصمد في أرضه لأن تهجيرك من الشمال للجنوب معناته خطوة أولى تهجيرك فيما بعد مناطق أخرى أباءنا عندما خرجوا قانوننا يوميا ترجعوا أخذنا أعينا أجدادنا واخدوا المفاتيح واخدوا حتى فلوسهم دفنوا تحت الشجر وطلحوا يوميا هاي يوميا صاري 75 سنة وبالتالي يا أهل غزة أصمدوا 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 وإذن الله سيصمدون بإذن الله سيصمدون أنت بشوف الصور أطفال صغار يكتبون أسماءهم على أيديهم دليل إيش هذا صحيح دليل إيش ولد صغير وقل أخوه وهو يستيشد يقول أشهد وقل ألا الله صحيح يلقنوا الشهادة صحيح أي أنفوان أي قوة عند هذا الشعب الصابر صحيح من 2008 وهو يدوق الحروب في غزة صحيح حرب 2008 صحيح حرب 2014 صحيح انت الحروب التي كانت حرب 2014 وواحد وخمسين يوم وواحد وخمسين يوم وشو سفاة إسرائيل صحيح لا شيء أجباً من الجيش الإسرائيل التي لا يوجده طبعاً جندي إسرائيلي من نخبة نخبة النخبة أيام ستين ساعة متواصل حاربه استشد منهم 25 وبقي اثنين قاتلوا قتلوا ستة إسرائيلين غير قتل أولينيين نخبة النخبة قتلت فبتالي حرب البرية لن تكون نهاية عمال ولا نهاية المقاومة ولا نهاية الشعب الفلسطيني نعم ففا 2014 وواحد وخمسين يوم كان الهدف الأول للاجتياح إنهاء حكم المقاومة وهلأ بنفس الإستواني يقولون إنهاء حكم المقاومة إنهاء حكم المقاومة لن يتم بالحرب بالسلم أعطي أعطي الشعب الفلسطيني حقه أعطي دولة المستقلة التي تقوم على أرض الرابع حزران 67 وعصنط القدس كما ننادي وهذا اللي لدينا فيه وبالتالي قبلنا فيه نعم طب أستاذ فؤاد يعني ما نحكي عن مواقف جلالة الملك الثابتة والراسخة منذ الأزل تحديدا منذ الهاشميين بتحدث سيدنا أنه رغم الضغوطات رغم الضغوطات إحنا قضيتنا الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وتحدث عن هذا الموضوع وكان وحكا القدس خط أحمر تحدث عن هذا الموقف الجالة الملك تحديدا وقدش كان دور مهم اليوم لصمود هذا الشعب الفلسطيني وقطاع غزة تحديدا يعني يشوف سيد العزيز يعني يعني جلالة سيدنا دائما من مواقف ومشرفة وثابتة وراسخة بالنسبة القضية الفلسطينية وصموده وفيه ضغوطات كبيرة كانت عليه هذا اللي حب أتحدث فيه كان فيه ضغوطات كثيرة يعني يعني بجوز جلالة سيدنا يعني أقول لك من وراء الضغوطات هذه بقضية فلسطينية كبر عشر سنين وشيب يعني زاد فيه في فلسطين من وراء الضغوطات هذه ولكن نحن من أقول جلالة سيدنا قلبه كبير وقلبه متحمل الضغوطات هذه وإحنا كشعب فلسطيني وكشعب أردني هون مرتفين حوله مرتفين حول القيادة الهاشمية في هذا الموضوع خاص نصف هذا الموضوع يعني والشعب الأردني نحن نتحدث نحن كشعب أردني نحن شعب أردني من أصول فلسطيني والشعب الأردني نحن قضيتنا قضية واحدة نحن وراء جلالة سيدنا في هذه القضية وإحنا دائما يعني بتحدث جلالة سيدنا في ضغوطات عليه من الخارج من دول العالم نسبة القضية الفلسطينية وحل القضية وحق العودة وحق التهجير ولكن دائما جلال سيدنا في محافل وفي جلساته هنا بالأردن ولقاءه في مجلس السياسي أو الشعبيا أو دوليا يقول القدس خط أحمر والآت الثلاثة العودة دائما يندد فيها في كل جلساته هنا بالأردن أو بالخارج أردن ونحن دائما دائما نموقع في جلال سيدنا ودائما في ظهره وصموه ولي الأحد الله يطورنا بعمره يعني برضو كما دانوه الشغل يعني نسموه ولي الأحد ولي الأحد يعني في أول شيء في التبرعات يعني عن طريق المصر هي الخيرية الهاشمية كان أول الناس متبرعين لقطاع أحلنا في غزة وجلال سيدنا من أول الناس ومن أول المتابرين في دائما في التبرعات في تواجده في هذا الموضوع فنقول الله يطورنا طول جلال سيدنا ويعطي طورة العمر وولي عهده والأمين في منسبة القضية الفلسطينية وهم الهاشمين عمد تاريخ هم المدافعين الأساسيين في قبل الفلسطينية كان العالم كله بتفرج أخي فؤاد والملك جلالة الملك يعني كانت عينه على الفلسطين بهذه الحرب كان العالم كله بتفرج على الصور وجلالة الملك هو اللي تتحدث بدنا ممرات آمنة بدنا ندخل مساعدات بدنا السلام تحدث عن هذا الموضوع بشكل موسع وكان هو أول مبادر جلالة سيدنا هو أول شخص أول زعيم عربي إسلامي لف دول العالم وكان مبادر في هذا الموضوع ولف الدول وشوفت أنت جولته الأخيرة بالدول إلى ألمانيا إلى تاريخ يعني لفه كان متصل واتصالاته من نسبة لممرات آمنة ومن نسبة الاستقرار في قطاع غزة من نسبة هو أول إنسان وأول إشيء الله يعطيه طورة العمر هو لنندد في هذا الغزو ونندد في هذا وزي ما تفضل زميل واخي وجلالة الملكة ولي الأحد دائما هم المبادرين في هذا الموضوع بالنسبة للقضية الفصلية أنا أقول هو الزعيم العربي الوحيد الوحيد في الزعم العربية دائما القضية وهي بوصلته دائما القضية فأي محفل دائما حتى لما يتحدث يتحدث دائما حتى تلقى جلال سيدنا حتى الإسلام يعكس صورة الإسلام في دول أوروبا أو في المحافل دائما يذكر السلام عليكم في خطاباته الرنانة دائما خطاباته الرنانة دائما يقف له فيها دائما أول حديث دائما القضية الفلسطينية قبل يعني أقول لك قبل ما يتحدث عن الأردن يتحدث عن القضية الفلسطينية هي المحور الأساسي وأنا بقول هو الزعيم الوحيد العربي الذي دائما ينادي القضية الفلسطينية يبديها على كل المصالح كاملتا يعني الله يخلينا لهاشمين وحكمه لهاشمين ويطورنا أمره جلالة سيدنا ولي عهده الأمين نعم تعرفوا اليوم ووجه الصبح فأشوف اش عم بنزل القنوات الأجنبية فأحدى القنوات بسط لمقابل جلالة سيدنا بالألفين وتسعة وهو بيتحدث عن هذه القضية وما سيجري نحن الفين وتسعة وما قبل أقدم منذ تسلم سلطاته الدستورية ولكن بهذا الخطاب في الفين وتسعة تحدث بشكل كامل عما يجري اليوم فهذا كمان اليوم دورنا نحن بأنه يعني ما قيلة بالفعل عم بيصير اليوم دورنا نحن كمان أنه طب ما هو تنحكى ليه لم يتم بأخذ بهذه الرسائل منذ قبل من قبل العقلية المتحجرة من قبل إسرائيل جلالة الملك قارئ جيد للأحداث وبالتالي استقرأ هذا الحدث من ألفين وتسعة ومن قبل ألفين وتسعة هذا الأحداث مستقرأ فالحصار سيولد انفجار والضغط سيولد انفجار أنت قاعد تحاطر الشعب البلغسطيني بأكمله تهجير قتل تدمير هذا ماذا أريد أن أرملك الورود أنت ما معتني حقوقي وما مطبق كل المواطيق والاتفاقيات وكذا على الأرض الواقع أنت قاعد تحاربني تقتلني تهجرني وبدك تحل مشكلتك أحساب الدول العربية وهذا مرفوض وأنا قلت كلنا فلسطين لأجل فلسطيني وفلسطيني أردنين لأجل فلسطين فلسطين لأجل أردن والوحدة الوطنية خط أحمر أكيد فلينتبه الجميع ينتبه الجميع هناك ممكن النخر يبدأ فلسطيني فقوتنا بوحدتنا أكيد قوتنا بوحدتنا الحمد لله مساحة واسعة لحكومة الأردنية أعطت لنأتي التعبير على رأيها حرية التعبير صحيح أعطتها مساحة واسعة والكل قاعد بطلع وبالظاهر وبالجوب اسمح لي أوقف سيدي نحن نشاهد الموقف الشعبي أيضا الذي يتماهى مع الموقف الرسمي في المظاهرات والتي نشاهدها في كافة مناطق المملكة في كافة المحافظات الشعب وقف لكن اليوم هذه الرسالة ستوصل للعالم لأنه نحن شعب واحد نلتف خلف قيادتنا الهاشمية نلتف خلف جلالة الملك نلتف دائما حول العائلة الهاشمية هذه رسالة كل دول العالم حتى الموقف الشعبي كان رسالة كل دول العالم سيدي إن شاء الله الشعب الأردني بكافة مكوناته وكافة أطيافه وكافة وصوله ومنابته خلف القيادة خلف القيادة من كافة عشائره نحن شفنا ناس ما شاء الله من أقصى الشماء لأقصى الجنوب من الوسط صحيح كلها متكاتفة مع بعض كلها دفها القدس والقدس البوصلة القضية المركزية القضية الفلسطينية داجها القدس وبوصلاتها القدس وأي بوصلة غير القدس بوصلة متبوعة صحيح وهذا ما الذي فيه جلال سيدنا صحيح يعني الرسالة التي توجهها في نهاية هذا اللقاء لمن يسمع أنا أعرف كمان كثير إلا متابعين من الأهل والعزوة والأشقاء بفلسطين أيضا فإش تحبوا تحكوا في ختام هذا اللقاء الصمود الصمود والصمود والله لو انتهت معرض جزل صالح إسرائيل انتهت القضية الفلسطينية وبالتالي سوف يأتي الضور لغير فلسطين سيأتي الضور لليبنان سيأتي الضور للأردن هذا مخطط تغيير خارطة الشرق الأوسط كاملة إسرائيل لا يوجد لها مطاق إسرائيل دولة من النيل للفرع وبالتالي على الجميع اتكاتب وعلى أهلنا في فلسطين الصمود لا يقبلوا بالتهجير لا يقبلوا بالترنتفير نهائيا فلسطين لفلسطينيين والأردن الأردنيين كما مصر للمصريين صحيح نعم سيئ زي ما تفضلت ستي يعني نعبر شي أنا بقول هذا هو النصر كنا نقول حق العودة ولان أنا نقول أنا أنا أرى أنه حق العودة بلش يتحقق في هذه الأحداث الآن اللي بتصير في قطاع غزة من الألية بتصير فيها والألية الهمجية الإسرائيلية والألية حتى روح الدمر المسي ما في عندهم الألية المستفزة فيها الإسرائيليين هذا يدل على أنهم الآن بلش يتساقطوا الجيش الإسرائيلي بلش يتساقط وإحنا دائما نقول الوحدة الوطنية هو خط أحمر نحن خلف جلالة سيدنا نعرف أنه هنا الشعب الأردني هو نبض الحياة في فلسطين هم في القلب وهنا في الشعب الأردني من كل عشائرهم وكل أطيافهم نحن خلف جلالة سيدنا وإحنا في شعبنا شعب الفلسطيني غادي من وجه له رسالة لأهلنا وأخواننا غادي نحن معكم صامدون في هذا وإن شاء الله النصر قريب والتحرير قريب وهذه أرض المعاد إن شاء الله للأردن ظلها سالمة غانب في قيادة الهاشمية في ظل جلالة سيدنا ولي عهده الأمين إن شاء الله أمين نشكركم ونشكر تواجد جدكم معنا شكرا إليك سيدي يعني الحديث من القلب للقلب شكرا سيدي شكرا جزيلا إعدام تحدث عن فلسطين هي البوصلة والقدس هي